المترجم للقناة المترجم للقناة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ سبحانك اللهم شكراً بارك الله فيك يا محمد أحمد جزى الله خيراً الأخ القارئ محمد أحمد سمير من الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفصاً عن عاصم والآن